دعا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى وضع حد للاشتباكات في شمالي شرق سوريا حيث تخود قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن قتالا دمويا مع عشائر عربية قال التحالف إن العنف في شمالي شرق سوريا إلهاء عن قتال الخلايا النائمة لتنظيم داعشه ويثير مخاوف عودته وكان قتال قد اندلع يوم الأحد بعد أن اعتقلت قوة سوريا الديمقراطية أحمد لخبيلة الملقب بأبو خولة والذي كان يرأس مجلس دير الزور التابع لها وقال شهود ومصادر محلية إن ما لا يقل عن أربعين مقاتلة من الجانبين وخمسة عشر مدنيا قتلوا في أعمال العنفة أوضحت المصادر أن مقاتلين عشائر هاجموا مواقع عسكرية تابعة لقصد في بلدات جديد عقيدات وجديد بكارة والكسرة وفي مدينة البصيرة اشتركوا في القناة